اشتركوا في القناة على اسس راسخة واهداف مشروعة تتوافق مع المصلحة العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني ونبقى في الغرفة حيث اطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين احدث اصداراتها بعنوان الاعمال البحرينية نحو العالمية والذي يعد اولى تعاوناتها مع مجموعة اوكسفورد للاعلام والنشر وذلك بهدف الترويج لاعضائها ومنتسبيها من الشركات الناشئة ومنحهم المزيد من فرص التوسع على الصعيد العالمي اعلن مصرف البحرين المركزي تقطية الاصدار رقم 229 من سكوك السلم الاسلامي الحكومي قصيرة الاجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة الاصدار 43 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في العشرين من شهر مايو لعام 2020 وتنتهي في التاسع عشر من شهر اغسطس لعام 2020 ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 12% علما بانه قد تمت تقطية الاصدار بنسبة 153% اعلنت باتلكو تدشين خدمة SD1 على شبكتها العالمية وهي عبارة عن شبكة واسعة النطاق ومعرفة بالبرمجيات اذ تعمل على الية موحدة من البداية الى النهاية وذلك بدمج الشبكات من نوع MPLS او شبكة الانترنت او تكنولوجيا الالتي اي في قناة اتصال موحدة وبالتالي ستتيح الاستفادة من سرعات اكبر وتحكم شامل وارتباط سحابي متكامل مع السهولة في الاستخدام